شعب البحرين هذا الشعب الأبي سيكون بوابة ومفتاح الانتصارات والخيرات ولذلك سنبقى معه ونحن وهم شعب واحد لا يمكن لآل سعود ولا آل خليفة ولا لأي أحد من الطغيان أن يتمكن أن يفرق بيننا أو يفصل بيننا سنبقى معهم نضحي دفاعاً عنهم نسجن كي يطلق صراحهم ونموت كي يحيون لأن حياتهم حيات لنا وحريتهم حرية لنا وكرامتهم كرامة لنا لا تنفصل وحيج يقول ها ليش نقول شعب البحرين شعب البحرين أولاً لأنهم المفتاح لذلك جهدنا لازم نركز هناك وما نغفل ولازم ندعمهم بكل قوة حتى يتمكنون بأسرع وقت لأسقاط آل خليفة ودرع الجزيرة ودرع الجريرة وعار الجزيرة اللي يريد يروح هناك يفكر حتى يبقي آل خليفة نقول لهذا مستنقع وقلنا لهم من قبل هناك مستنقع هنا يحذروا يسوي مستنقع وأرادوا يسوي ذكم شافوا غرزت رجائلهم لذلك سنبقى مع أهلنا في البحرين لن نتراجع قيد أنملة نموت لكي يحيوا نتحمل وندفع الضريبة كي ينتصروا لأن انتصار حقيقي لنا لأن سقوط آل خليفة سقوط كل حكام الخليج كل الطغيان والاستبداد كل الملكيات لأنه سيكون النموذج الأرقى لإرادة الشعوب وثقة الشعوب بإمكاناتها وقدراتها هذا شعب البحرين نسأل الله أن ينصرهم في القريب العاجل وأن يتغمد شؤهداءهم بواسع رحمته ويسكنهم الفسيح من جنته ويفرغ عليهم شآبيب رحمته ويشافي جرحاهم ويفك أسراهم ويفك أسراهم ويعجل بالنصر إننا سأمير الدراء ترجمة نانسي قنقر